أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة البرمجة بلغة بايثون في المحاضرة السابقة نصبنا البرنامج الخاص بمحرر الأكواد ونصبنا البرنامج الخاص باللغة وتعلمنا كيفية كتابة سطر بهذه اللغة إن شاء الله بهذه المحاضرة راح نتعلم المتغيرات المتغيرات بالإنجليزي فورابل أي إنها تتغير أو إنها تحتوي على قيم تتغير المتغيرات هي عبارة عن حاويات أو صناديق ممكن نخزم بيها المعلومات ونستدعي هذه المعلومات عند الحاجة إليها هذه المعلومات تكون متغيرة ممكن نخزم بيها معلومات آنية وممكن بعد فترة ممكن نغير هذه المعلومات على حسب المستخدم يجي مستخدم يغير المعلومات على حسب استخدامه المتغيرات هي عبارة عن بيانات هذه البيانات تكون مخزنة بالبرنامج وتكون مهيئة عند الاستخدام أو عند الاستدعاء أي أنها لا تعرض إلا عندما نستدعيها طيب قبل كل شيء خلي نكبر حجم الخط لو أردنا تكبير حجم الخط أو النص بمحرر الأكواد نذهب إلى قامة File ومن ثم Setting ومن ثم نختار الحجم المناسب اللي ممكن يكون مناسب طبعا نختار Use Custom Form ونختار مثلا ممكن عشرين ومن ثم نapply أوكي رح نجي نضيف المتغير المتغير يحتوي على الأمور التالية أولا اسم المتغير ضروري أن المتغير يكون إلى اسم مثلا رح أسميه باء أو أسميه X يساوي ومن ثم نخزن القيمة القيم أنواع هناك قيم أو بيانات نصية هناك بيانات رقمية وهناك بيانات أخرى بيانات منطقية وهكذا طيب لنفرض أنه رح نخزن قيمة رقمية أو بيانات رقمية فرح نكتب 1 2 3 4 مثلا ومن ثم هذه البيانات رح نعرضها من خلال نذهب إلى run ومن ثم نختار run طبعا رح يطلب من عندنا الملف اللي هو اسمه باء وإذا نلاحظ هنا ما عندنا أي بيانات تنعرض ليش؟ لأن هذه البيانات مخزنة بمتغير والمتغير هو لا يعرض البيانات من ذاته لابد أنه نستدعي هاي البيانات من خلال الدالة print فنكتب هناك print وبداخل القوسين نكتب اسم المتغير رح أكتب هناك X اللي هو اسم هذا المتغير الآن رح أجي أجري عملية run رح ألاحظ أنه طبع لي 1 2 3 طيب هذه البيانات أو المتغيرات الرقمية ممكن أسوي متغير نصي مثلا رح أسميه Y وضروري وساوي وأكتب النص مثلا بهاء طبعا البرنامج هنا ننطعني خطأ ليش؟ لأن المتغير النصي لابد أن يكون بين double quotation يعني بين شف تغطاء بالبداية وشف تغطاء بالنهاية وأجي هنا بالأسفل أطبع المتغير Y مثل ما تعلمنا أضغط double click هنا وأكتب Y ومن ثم أجري عملية التشغيل run إذا ألاحظ أنه هذا المتغير X اللي هو قيمته 1 2 3 تم طباعته هنا والمتغير Y اللي هو قيمته بها أيضا تم طباعته بهذا السطر طيب المتغيرات هي بهذا الشكل تقريبا أنه بيانات تخزن ونستدعيها بطريقة معينة طيب هناك عدة ملاحظات على المتغيرات أول ملاحظة هي يجب أن يكون اسم المتغير صحيح طيب شنه يعني اسم المتغير صحيح؟ أولا يجب أن يكون المتغير لا يبدأ برقم يعني ما يصير متغير يبدأ برقم أو هو يكون رقم مثلا متغير اسمه أربعة عندما أجي أطبع هنا سيطيني أرر ليش؟ لأن ما ممكن متغير يكون اسمه على شكل رقم أو حتى يبدأ برقم ما يصير يعني هنا بدأ بأربعة ما ممكن يبدأ برقم أيضا عندنا إيرار طيب هنضغط X وطبعا Run رح يعرض لي بهذا الطريق أيضا المتغير لابد أنه ما يبدأ بالسبيشيل كاركتر أو الحروف الخاصة مثلا آت أو مثلا هاشتاغ أو أس دولار أو الشارحة أيضا هذه الأمور ما ممكن أنه تكون بالمتغيرات طيب ممكن أن يكون بالمتغير underscore لا بأس underscore اللي هو الشفت والشارح الشارحة السفلية مقبولة غير هذه الشارحة السفلية ما ممكن أنه نضيف أرقام طبعا في البداية ممكن أنه يكون X2 الرقم ممكن يكون بالنهاية لا بأس بس بالبداية ما ممكن يبدأ برقم يعني هنا إذا نجري طبع هذا المتغير اللي هو X2 طبعا لا بد أنه هنا نكتب اسمه X2 أيضا ونجي نجري run راح نلاحظ أن العملية تمت بنجاح الملاحظة الثانية هو أنه المتغير أو برنامج بايثون أو لغة بايثون بشكل عام هي لغة سنستف يعني لغة تحسسية لحالة الأحرف يعني إذا كان الاسبيل سمول أو كابيتل راح تتحسس اللغة يعني إذا أجينا هناك كتبنا اسم المتغير Xكابيتل واستدعين المتغير مكان ما كتبنا Xكابيتل كتبنا Xكابيتل وأجينا هنا نسوينا استدعاء راح نلاحظ أنه هنا راح يطيني error ليش لأن هذا المتغير اللي هو اسمه Xكابيتل هو مو نفسه المتغير اللي تم استدعاءه هنا ليش لأن هنا المتغير اسمه Xكابيتل طيب حتى أستدعي هذا المتغير بشكل صحيح لابد أن يكون Xكابيتل ومن ثم أستدعيه بشكل مباشر إذا ألاحظ أنه البرنامج راح يطبع لي قيمة المتغير بشكل صحيح باعتبار أنه تم التحسس و تم معرفته الاسم بنجاح أيضا هناك أسماء محجوزة لا يمكن استخدامها مثلا لا يمكن استخدام متغير باسم F هذا الاسم محجوز إذا ألاحظ هنا أنا نطعني لون أحمر أي أن هذا الاسم هو محجوز باللغة ما ممكن نستخدمه كاسم متغير ما ممكن متغير نسميه Class أيضا نطعني خطأ ما ممكن متغير مثلا نسمي True مثلا متغير أيضا نسميه False كيف أعرف أسماء المتغيرات المحجوزة اللي ما ممكن أنا أستخدمها من هذه الطريقة بسيطة فقط أجي هنا بالأسفل أكتب دالة اللي هي أكتب Help H-E-L-P ومن ثم أفتح أقواص بداخل هذه الأقواص أفتح Double quotation mark وأكتب Keywords W-O-R-D-S بهذه الطريقة Keywords وأجي إلى Run أعمل ال Run ألاحظ أنه البرنامج راح يستعرض لي هذه هي الأسماء اللي محجوزة والمحرمة ما ممكن أنه أستخدمها ما ممكن أستخدم False Non True And As وهكذا If Or From هاي الأمور Try ذاني كلهن ما ممكن أستخدمهن كأسماء ذاني فقط تحفظهن حتى ما تسمي متغير لأن أذكر في إحدى الحالات سابقة استخدمت اسم متغير وهذا اسم متغير كان محجوز وسبب لمشكلة وبعد فترة اكتشفت أنه هذا المتغير ما ممكن أنه أسمي بهذا الاسم لذلك أنت يجب أن تحفظ هذه المعلومات حتى تتفادى الأخطاء طيب هنحذف هذه الدالة هناك متغيرات هذه المتغيرات تكون بأسماء مركبة مثلا أطلب من المستخدم أنه يخزن لي متغير باسم الاسم الأول مثلا First Name FI مثلا First نايم مثلا إذا لاحظوا أنه هنا المتغير يتكون من دبل وورد يعني كلمتين طيب هذا المتغير إذا خليت بهذه الطريقة ممكن يكون ما مفهوم الناس إذا جيت هنا خليت سبيس بين First وبين نايم راح يطيني إرار ما ممكن نخلي فراغات بالمتغيرات طيب شن الحل هناك طريق تيان الطريقة الأولى نستخدم طريقة اسمها الكامل كامل كيس كامل كيس كامل كيس اللي هو يعني سنام أو سنام الجمل حالة سنام الجمل يكون الاسم الأول عالي أي أنه capital letter الحرف الأول عفوا والحرف الأول بالكلمة الثانية أيضا capital letter إذا لاحظ أنه أنا راح أميز الكلمة من خلال أن الحرف الأول يكون capital والحرف الثاني أيضا راح يكون capital فأعرف أنه هذه بداية كلمة وهذه بداية الكلمة الثانية هذه طريقة تسمى طريقة الكمل كيس وأكتب مثلا هنا بها word مثلا طيب إذا أجي هنا أضغط على run راح ألاحظ أنه ما راح يطين شيء ليش لأنني لازم أطبع قلنا هذا المتغير ورح يخزن ويترك إلى أن يتم استدعاءه راح أجي أكتب هنا print بهذه الطريقة ورح أستدعي هذا المتغير بداخل الأقواس وأجي إلى run راح لاحظ أنه أعدي بها word طيب هذه طريقة طريقة أخرى تسمى stack case طريقة stack هاشتاق واللي هي تكون الفواصل ما بين الكلمات بأسماء المتغيرات من خلال الـ underscore أو الفارزة السفلية نضغط على shift والشارحة راح أصير عدي هذه اللي هي الشارحة السفلية ورح أنا أبدي أميز ما بين الكلمات من خلال الشارحة بنفس طريقة الهاشتاق اللي يتم عملها بالـ social media طبعا هنا أنا ما راح يتم عدي طباعة المتغير إذا أجي أعمل run راح يطيني الرغليش إن الاسم تغير لابد أنه أستدعي نفس الاسم فأجي هنا أنا أضغط على run راح ألاحظ أنه أعدي بها word طبع لي آها بشكل صحيح أيضا بإمكاننا أنه نخزن أكثر من متغير بنفس السطر مثلا أجي أكتب هنا أنا متغير اسمه x وأخلي طبعا فارزه وتغير ثاني اسمه y وفارزه وتغير ثالث اسمه z وطبعا بعد مهتاج أخلي فارزه يساوي وأكتب القيم مثلا قيمة x 5 وطبعا فارزه قيمة y 10 فارزه وقيمة z مثلا 20 الآن أنا عينت المتغير x قيمة 5 المتغير y قيمة 10 والمتغير z قيمة 20 طيب كيف أعرفاني أنه هاي الخمسة هي قيمة x أم y أم z بحسب التسلسل أول متغير يأخذ أول قيمة ثاني متغير يأخذ ثاني قيمة وهكذا طيب لو حبيت أستدعي أو أعرض قيمة المتغير y كلش سهلة أجي هنا أنا print وأكتب y ومن ثم أجي إلى run رح لاحظ أنه قيمة y متغير y 10 يعني هذه الطريقة هي نفسها تقريبا هذه الطريقة بس مختصرة نفسها اللي هي x تساوي 5 هذا متغير x y تساوي مثلا 10 بنفس الطريقة اللي هي z تساوي 20 بنفس هذه الطريقة ولكن باختصار أنه بإمكاننا نجمع المتغيرات كلها بسطر واحد بهذه الطريقة ونفصل بها متغير ومتغير بها الاسم فارزة وبها القيم فارزة يعني نفصل بين أسماء المتغيرات بالفوارز وبين قيم المتغيرات أيضا بالفوارز وبإمكاننا نستدعين هنا من خلال الدالة برينت طبعا هذه بشكل أولي مفهوم المتغيرات إن شاء الله بالمحاضرات القادمة رح نتوسع ونتبحر أكثر ورح نأخذ أمثلة تطبيقية ورح نفهمها بشكل أعمق المتغيرات رغم أنه هي بسيطة جدا ولكن مهمة وفي غاية الأهمية لأن تقريبا تداعا من المحاضرة القادمة وإلى نهاية الكورس في كل محاضرة رح نستخدم المتغيرات وفي كل تطبيق وفي كل برنامج يتم إنشاؤه بباسطة لغة بايثون رح نستخدم المتغيرات بشكل كبير إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة